السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معكم شادي عبدو من بوينت ريدر جروب مع ضغطية لتحركات الاسواء النهاردة 16 ابريل 2021 هنبدأ وكالعدة مع اليورو مقابل الدولار امريكي على الفاصل الزمن الاربع ساعة قلنا انه في احتمالية ان الزوج يصل الى منطقة المقاومات الحالية اللي زهرة قدامنا على اسم بيانة تسعتاشر خمسين الى تسعتاشر تسعين تقريبا. وهنا كمان في بداية الاسبوع ان الزوج لما ننتظره عند هزي المستويات بهدف الدخول بيع بعد ظهور اشارات سلبية. حاليا احنا في مرحلة المراقبة. يعني احنا محتاجين نشوف بعض الاشارات السلبية اسفل المستوى الحالي اللي هو تسعتاشر تقريبا تسعين. لو حصل الكلام ده وظهر اشارات سلبية ممكن ندخل بها نستهدف الواحد تسعتاشر خمسين والواحد فاصل تسعتاشر خلال الفترة القادمة. طبعا الكم ده بيمتد للاصبوع القادمة ان شاء الله. اما في حالة الاغلاق اليومي اعلى الواحد فاصل عشرين. ده ممكن يدفع الزوج لمزيد من الصعود خلال الفترة القادمة. ولكن احنا في وضع سلبي طالما استمرار تداول اسفل واحد فاصل عشرين. تعالي ما انتقل الى الاستليني على الاربع ساعات. هنلاقي ان هو برضو اقترب من مستوى الدعم اللي كنا اتكلمنا عنه ستة وتلاتين تسعة وستين. وبدأ بعدها فئة الصعود. ولكن هو يعني ما اقتربش منه بنسبة مية في المية. يعني خلينا نقول نسبة سبعين في المية تمانين في المية اقترب منه. وبدأ بعدها فئة الصعود. ولكن احنا بشكل عام في وضع ايجابي بالنسبة الاستليني. تعالي ما استمرار تداول اعلى ستة وتلاتين تسعة وستين. وده ممكن يتفعل مزيد من الصعود الى تسعة وتلاتين تلاتاشر ان شاء الله خلال الفترة القادمة. طبعا ممكن الكلام ده يمتد الى اعلى من كده. ممكن نصل الى الاربعين ان شاء الله. ولكن زي ما قلنا في الاول في الاخر الكلام ده مشروط باستمال تداول اعلى ستة وتلاتين تسعة وستين. ننتقل الى الذهب على الفاصل الزمني اليومي. طبعا نتكلمنا قبل كده وقلنا ان مستوى الالف وسبعمائة خمسة وستين كان بيمثل مقاومة قوية امام تحركات الذهب. بالفعل الزوج رتد منه اكتر من مرة هبوطا. وحاليا زي ما احنا شايفين بدأ في الاختراق طبعا. لازم اغلاق يومي اعلى هذا المستوى اللي يتأكد الصعود الى مستوى الالف وتبنامية وآآ سبعتاشر والالف وتبنامية بشكل عبدائي. ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان هو وجوده اعلى الالف وستمية خمسة وستين ده على المدى البعيد صعود. آآ او المدى متوسط. ولكن طول ما هو اسفل الف سبعمية خمسة وستين فهو على المدى القصير ربوط. فازن حصل هنا اختراق الالف وسبعمية خمسة وستين ده بيتفعل مزيد من الصعود ان شاء الله الالف وتبنامية والالف وتبنامية وسبعتاشر. تعالوا سريعا ننتقل الى الفضة على الاربع ساعات. آآ طبعا كنا قلنا ان الفضة بتتداول اسفل مستوى خط اتجاه هابط. تمكن الزوج من كسر خط اتجاه هابط وعمل منطقة اكس عندي. عن تقريبا الخمسة وعشرين ستين تقريبا كنا اتكلمنا في بداية الاسبوع عن المعروضة. وبعدها بدأ في الصعود بعد كسر منطقة اكس. يعني حقلنا ان هو عشان يصل الى الستة وعشرين اربعين. لازم ان هو يكسر منطقة اكس اللي عام للخمسة وعشرين ستين. ده اللي حصل بالفعل. كسر هنا. وبدأ في الصعود وبقوة. في حال الوقت بنتوقع ان هو يصعد الى مستوى ستة وعشرين اربعين ان شاء الله. آآ كاستكمال للتوقع بتاع بداية الاسبوع. جمعة مباركة على جميع رمضان كريم. اتمنى يكون التحيل الواضح وتبدأ بتوفير الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.